شوفتها القرعة مبارح متاع دورة سيتي اوبن يعني متاع دورة واشنطن مبارح هات عاملة القرعة وعرفنا البركور الممكن متاع انس جابر دجا هي معفاة متدور لول من فتور نواذية تلعب ديركت اموفل دوزيام تور يعني الويتام دو فينال نورمال مولا كل امور تمشي بالجداء تروها ماتش وتلقى روحها عن فينال ان شاء الله بركة نلقاوها كما ننتظر منها وانها تكون في فورم البريودة ذي. انس جا تفرجها هي سبالينكا دخلت هي تدو سيري نميرو كاتر سبالينكا تدو سيري نميرو اون وكازاتكينا تدو سيري نميرو دو. دونك كان من الوليام بجي معا سبالينكا وايلا معا كازاتكينا اكيد كنا نتمنى وانها تكون في جهة كازاتكينا على امل وانو نخليوا ماتش فينال حلو ما بين اونس و سبالينكا. لكن القرعة حطتها في الجهة الفقرانية مع ارينا سبالينكا جابرة الماتش لول متاحها بش يكون اما ثلاثة وايلا لا. حاطر نهارفين بش يلعبوا يبدو البرمي تور. البرمي تور اللي هو السيزيام دو فينال وبالتالي ثم 16 ماتش بش يتلعبوا في البرمي تور. بار كونتر في الزيام تور ثم ثمانية ماتشوات بش يكون واحد منهم ماتش متاع اونس جابر. ادفرسار متاع اونس جابر الولانية. بش يكون اما شيلبي روجرز ولا روبين مونجومري. او امريكية في الحالتين هي لعبة امريكية. طب بعد شوية نحكي عليهم الاثنين. نحطوا قدامنا زوز احتمالات. البركور متاع اونس جابر في التورنوى ذي القرعة متاع احبوا هما فينال مو كاتر ماتش. بش توصل تهز التيتر يكفي وانك تربح لكاتر ماتش متاعك. احبوا نصيون متاع القرعة صعيبة وسهلة في التورنوى ذو ما من فئة الخمسمائة النقطة. سورتو كي تبدأ مع في في البرمي تور. ما عندهم حتى احبوا ان تكون في الجهة الاخرى مع داريا كازاتكينا. على امل وانو يجي في الاخر نلقاه في فينال ما بين اونس و سابالينك. انفان تكون الادفرسير السويفان متاع اونس جابر في الكاردو في فينال. الابورتير او بالنسبة المحتملات متاع اونس في كل تور. وكم بش تراوه. احنا نتوى في الدوزيام تور اللي هول ما تشلو بالنسبة اونس. بش تكون ياما تشيلبي روجرز وا الا روبين مونجومري. مزوز بالذات مذكر. مش نحكي عليهم بعد شوي. بعد الادفرسير متاع اونس ياما بش تكون بوسكوفا وا الا تاونزند وا الا بوتابوفا. الكل نعرفوهم. الكل ما عندهش مشكلة اونس في مواجهتهم. رغم اللي رغم اللي في بوتابوفا في اخر ماتش وجهناها فيه ربحاتنا. لكن وقتها في كل فترة الخايبة ياسر بتاع اونس جابر. في فترة اللي اي لعبة تنجم تربح اونس جابر. ااا بوسكوفا في ااا عمناول في امريكيا تقريب. ربحناها. صحيح وقتها بصعوبة وكذا. لكن ربحناها. وتاع اونزد زادة. ربحناها في اخر ماتش وجهناها فيه. دونك مو المفروض مو المفروض. دور ثمنا نهائي. والربع النهائي. ميمثلوش مشكلة بالنسبة لأونس جابر. ايش كل بش يكون دونك في الدومي فينال. معادش هي الفافوريت في الدومي فينال. بش يتقابل مع الكاليبر الكبير ياسر في الترنواء. المرشحة رقم واحد في الدورة. أرينا سابالينكا. لكن نعرفوا انه انس و الأرينا ماتشواات مبينتهم تنجمش تحكم عليهم. مبينتهم يعرفوا بعضهم حتى يترينيوا مع بعضهم برشا انا الراها ذكا ان شاء الله باركا نوصل لستادة ذكا وانس ما تلقاش اشكال في الزوز ماتشوت لانين ماتش ذكا دانك شيكون مبدأ نظريا نهائي قبل النهائي حتى اذا اجاوزنا سابالينكا في الدمي فينال الادفرسير اللي ربما نقاوه في الفينال مش بشيكون سهل كمام ثم سامسون نوفو ثم كازات كينال هذوما اللي على الورق هما فاوريت لكن في الحقيقة انا الراها فما اسمي اخرى اكثر خطورة منهم واصح منهم كريمون كما مثلا سوفيا كينين كما مثلا باولا بادوزا وحتى رادوكان ومتحك رهيش باولو شانكوفا هذوما الثلاثة ذايا انا الراها ربما اخطر حتى على انس مثلا من كازات كينال ومن سامسونو هذي هي القرآة كما ريتوها هذي بالتفصيل دونك الدوزيام تور اللي هو الماتشلوم بتاع انس جيبر بش تكون من الادفرسير تاع انس هي تشيربي روجرز والا منجومري الماتشلوم بتاع انس بش يكون نورمال ما نهار ثلاث او ربما الاربع من الاغلب بش يكون نهار ثلاث انسويت في الكاردو فينال المنافسة تكون ياما ماري بوسكوفا ولا تونزد ولا بوتا بوفا والا ثم لعبة اخرى رايجة من التأهيليات ما زل ما نعرفوش اسمها تنجم تحدث المفاجئة وتكون هي المنافسة فالدومي فينال بش تكون ياما سابالينكا ولا زارينكا ولا بليسكوفا ولا فوليناتس ولا وونغ الصينية وإلا ثم زاد ثلاث اسامي اخرين بش يكونوا جايين زاد من التصفية التأهيلية وفي الفين على كيما وريدكم وكيما تشوفوا كيما تشوفوا كينا سامسونوبا بلو شاكوفا رادو كانوا بادوزا صوفيا كينين تسورينكو تولياء اضم هما هما يسامي اللي موجودين في الجهة الاخرى من التأهيل انتي ما في عيون الناس يا زهرة ما تتسعوت يا بنت الدونس يا غالية يا هونس دونس وهوتها انتي لكلوم نفرحتها يا بنت الدونس يا غالية او دي او جامي زيانجا او طاطر او في باكريت كامترية زالة فوق النيدان ياما احلى ضحكتها كي تبدأ تلعب فقار وصغار انت تبعوها عربها ولا خاص رادي ما نششعوها اوه اوه حاس يا بنت بلدي تونسية حرة رغم اللي عادي انت اغتي وانت واحدة من اولادي احنا متابع عائلنا ونس جابر فانز around the world في تونس وفي كل بلاد يا بنت التونس يا غالية اوق انس جابر شاركت فيه تورنوائه هذا قبل فراق عام 2019 وقتها دي جا تحت من البروميتور ضد ايجاج فيونتك وقتها مازالوا الزوز بعادة مازالوا مهمش من لاعبات النخب دورة ديك ربحتها جيسيكا بيجولا وقتها كانت من فئة 250 نقطة تورنو هذي ديار حتى في 2022 الدورة دي كانت من فئة 250 نقطة وانطلاقا من عمناول ولات من فئة 500 نقطة وعمناول صاحبت اللقب هذي هي كوكوغوف كوكوغوف عمناول اللي ربحت في الفينال ضد ماريا ساكاري في زوز مجموعات 636 وكان تورنو هذي الانطلاق بتاع كوكوغوف بشتاكل أخضر واليابس في البريود متاع شهر اوت الكل كانت تذكروا حتى دبيوت متاع سبتمبر تتذكروا وقتها عمناول لم كوكوغوف ربحة واشنطن بعدها لمشات ربحة سنسيناتي فالاخر هذي الياسوبان لمدت 3500 نقطة في لمح البصر الانطلاقها متاعها وقتها كانت من هنا من واشنطن بالنسبة للأدفرسير الول بمتاع أنس جابر تمزوز احتمالات كما قلنا التنجم تكون يا أما شيربي روجرز شيربي روجرز اذية تواجهنا معها 3 مرات قبل حاليا ترتيبها تراجع برشة 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 في اخر مواجهة تقبلنا فيها ضد روجرز وقتها كان ترتيبها في دورة امريكا المفتوحة عام 2020 وقتها ربحناها في 3 مجموعات بعدها ربحتنا في المجموعة الأولى رجعنا وربحنا الطرح قبلها تقابلنا عام 2019 في سينسيناتي وزاد وقتها النتيجة كانت سيري شوية دير في تروازيام سات ربحناها في بنتيجة 75 انفان الاول لقاء قديم ياسر كان من سبعة سنين ونص ما دورة في التايوان وربحناها في زوز مجموعات لسفر سبعة خمسة ستة ثنين تشيلبي روجرز كما قلت في الالخرة لكل شهدت تراجع كبير ياسر 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 كانت عليها منذ سنتين تيارسنا دورات الكبرى ما شاركيتش فيها رولونجاروس ومبلودون اما في التورنواد وماستيرز السيمة حاولنا هذه تتعدى البروميه تور وتتح في الدوزيام تور داير الماتش لو بش يكون دوزيام تور خطري بش تلعب ماتش قبل كما قلنا ضد مونغومري في ميامي مثلا ربحت في الماتش الأول ضد ليندا فريير توفا وبعد خسرت ضد بافليو شانكوفا في الدوزيام تور وبسهولة خسرت في شارلستون ربحت ضد كليرليو بإيكار لكن بعد ضد كيدرمي توفا في الدوزيام تور خسرت 7-6-4 في مدريد خسرت خسرت 6-6-6-6-0 لكن بعد ضد كينوانزهانك خسرت 6-6-6-6-0 هذه هي شيربي روجرز المنافسة المحتملة لونس جابر لكن واردوا أنه ما تكونش هي منافستنا في الدوزيام تور يعني في الماتش الأول واردوا أنها تكون مونغومري مونغومري مانيش بش نحكي عليها خطر تعرفوها خطر ديجاة مونغومري آخر ماتش لعبته هي كان ضد أنس جابر خطر خسرت وقتها ضد أنس جابر هذا في أول نهار أربعة جويلية بالضبط نتصور نتذكروه نس كل ماتش في مونغومري ومونغومري ترتيبها الحالي كما نعرفو هو 133 عالميا كما ترون بأمبورت الأدفرسير متاعنا في الماتش الجاي على الورق على الورق ما هيش بش تكون ولا بش تمثل بالنسبة لونس جابر اللهم عاد أنس جابر تراجع روح على السيناريو نتعود العام هذا كموضوع آخر أمارينا وأنه أبارتير من أفريل تقريب أنس جابر كما تحسنت برشة على دبيوت للاني كما فان إن شاء الله أنس جابر نراها في مستوى طيب نعرفو الدورة هذه والدورات الجايه هما أساسا دورات تحذيرية لدورة أمريكا المفتوحة إن شاء الله نهار ثلاث كما قلت ما بدأي نقوله هاوك نهار ثلاث بتاتر الأربع أمل أغلب الأغلب إن شاء الله نهار ثلاث إن شاء الله نهار ثلاث نشوفه ونتبعوا المارش دعون زجابر وإن شاء الله هرواها في المستوى اللي ننتظروا وأنها تكون علي نذكركم اللي بعد إن شاء الله في الليل نحبط فيديو ونحكي فيه على اللي صار اليوم في اليجوز أولمبيك الديسبلين متاع تينيسا التركيز ليش يكون أكثر على فئة السيدات لكن تونا نحكي شوية زاداء على فئة الريجوز وأنتم معكم مراد الحجم التونس إلى اللقاء زيجائي رائع خلالي نعيسنا عن talked de دعوية مع حين concentرنا نعيسنا نعيسنا في فاتو صور؛ yn نعيئر نحكي من عيلا زيجاج ن Pharm Games أغطال 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 طول لس نحكي عليهم وأصحاب الرائع أغطالية نبغطت من كل دلاء أم شابقU